جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها فيسبوك تدعم إضافة صور جي آي أف في التعليقات أعلنت فيسبوك عن دعم إضافة الصور المتحركة بصيغة جي آي أف إلى التعليقات على شبكتها الاجتماعية وذلك احتفالا بمرور ثلاثين عاما على ابتكار هذه الصيغة من الصور اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية هاتفان جديدان من لينوفو لذوي الدخل المحدود كشفت شركة لينوفو عن هاتفيها جديدين الذين ينتميان إلى فئة الهواتف المنخفضة ويستهدفان المستهلكين من ذوي الدخل المحدود هما موتو إي فور وموتو إي فور بلاس وستطرح لينوفو موتو إي فور بسعر يبدأ من مائة وثلاثين دولارا أمريكيا في حين سوف تطرح موتو إي فور بلاس بسعر يبدأ من مائة وثمانين دولارا صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها برنامج خبيث قادر على قطع شبكات الكهرباء كشفت شركتان متخصصتان في أمن الإنترنت عن برنامج خبيث معقد قادر على قطع الكهرباء من خلال إزدار أوامر لأجهزة الكمبيوتر بإغلاق محاولات الطاقة الكهربائية نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتي أهم ميزتين في آيفون 8 لا تفصح شركة أبل الأمريكية في العادة عن المزايا الجديدة لهواتف آيفون إلا عند طرحها بشكل رسمي لكن الشركتين التي تقومان بتصنيع الأجهزة تحدثت عن ميزتين مهمتين في هاتف آيفون 8 المرتقب تكمنان في خاصية الشحن اللاسلكي وكاميرا أمامية تتيح للمستخدم أن يقفل الهاتف من خلال وجهه ختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة اليوم السابع والجي تكشف عن هاتف جديد لمنافسة آيفون 8 في شهر يناير المقبل كشفت تقارير جديدة أن شركة الجي الكورية الجنوبية تنوي تغيير خطتها الخاصة بالعام المقبل وتدرس أطلاق هاتفها الجديد جي سيفن قبل موعده بعدة أشهر لتتمكن من بدء العام الجديد بهاتف قوي قادر على منافسة الهواتف الذكية الأخرى خاصة مع استعداد أبل لطرح ثلاثة هواتف جديدة في شهر أيلول سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر